ترجمة نانسي قنقر قبل أن ينتقل مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحضيرا لمنافسات التصفيات الأزهوية المزدوجة خلال نوفمبر المقبل مع تبقي 15 يوما فقط على انطلاق دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم تواصل الأندية استعداداتها لخوض غمار منافسات الموسم الجديد 2023-2024 حيث يلتقي فريق الرفاع نظيره الاتفاق السعودي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمة فيما سيلعب النجمة خلال معسكره في صلالة مع الاتحاد العماني وفي الإسكندرية يواجه سترة فريق بتروجيت المصري يوم غد الخميس كما يستضيف العين الإماراتي فريق المحرق في لقاء ودي يوم الجمعة على استاد خليفة بن زايد يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة استعداداته لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأسيوية والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من الثالث والعشرين من سمتبر وحتى الثامن من أكتوبر وقد أوقعت القرع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبي إيران ونيبال ويطمح الأحمر في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعد مشاركتيه الأخيرتين في كأس التحدي الأسيوي وبطولة آسيا في منافسات الدور العام للبولينغ الذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينغ على صالة مركز أرض المرح يواصل نادي البحرين هيمنته على صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 190 نقاط بعد نهاية منافسات الأسبوع السادس عشر فيما لازال الرفاع الشرقي حامر اللقب بالمركز الثاني بـ 94 نقطة وأم الحصم بالمركز الثالث برصيد 76 نقطة وعلى مستوى اللاعبين حسب المعدلات تصدر لعب الرفاع الشرقي يوسف فلاح فيما جاء لعب البحرين عبدالله عبدالكريم في المركز الثاني ويليه زميله أحمد فريد كثالث الترتيب شاركت اللجنة الأولمبية البحرينية في المؤتمر الإعلامي العالمي لأولمبياد باريس 2024 والذي عقد في العاصمة الفرنسية للإعلاميين المشاركين بالدورة بحضور اللجنة المنظمة وعدد من ممثل وسائل الإعلام العالمية وقد مثل اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس قسم الإعلام حسن علي أحمد ومسؤول التصوير علي الحلواتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر